مع حضراتكم مرة تانية والحقيقة أنه المصر على مستوى السياسة الخارجية في 2014 كانت ثرية جدا الحقيقة كان فيه زيارات كتيرة جدا في 2014 كان فيه نتائج جميلة جدا كان فيه تعاون كبير جدا من السياسة الخارجية للنهوض بمصر مرة تانية الرئيسة الفتاح السياسة الحقيقة قام بزيارات مختلفة سافر أماكن كتيرة جدا توجهات كانت بتطرح تساؤلات كتيرة جدا عن أهم الأحداث السياسية الخارجية عن مصر في 2014 بشرفني النهاردة يكون معنا السفير إبراهيم الشويمي وهو مساعد وزير الخارجية السابق سبع خير يا فنن وأهلا بحضرتك وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وكل مصر طيبة وكل أسرة حضرتك طيبة يا رب بخير سياسة السابق الحقيقة أنه فعلا في 2014 شهدت مصر في السياسة الخارجية مواقف مختلفة مواقف كتيرة جدا زيارات كتيرة جدا حضرتك أولا لو تتلمنا بوجهة نظر عامة كده عن السياسة الخارجية المصرية في 2014 تقول عنها إيه؟ والله يعني أي مشاهد أو أي متابع لهذه السياسة يرى فيها تغير شديد جدا بحكم تغير الفكر للرئيس السيسي لأنه يؤمن بأفكار إيجابية وعملية تمتاز بأنها تكون مصر ترجع إلى قدرها كدولة عربية أفريقية إسلامية متوسطية يعني في خليم البحر المتوسط كل هذه الاعتبارات بتعطي مصر قدر مهم جدا من القوة والحركة الإيجابية التي تستطعها الدبلوماسية المصرية صحيح وهو الحقيقة على طول بدأ نشاطه أول ما بدأ بذهابه في شهر يوليو إلى بعد توليد السلطة بفترة وجيزة جدا وذهب إلى يحضر مؤتمر القمة الأفريقي في دولة غينية الاستوائية في ملابو وكان قبلها سيادة السفير كمان زيارة الجزائر في طريقه إلى ملابو عرج على الجزائر واستقبله الرئيس عبدالعزيز متفليقة ومن المعلوم أن الرئيس متفليقة له خبرة طويلة ورجل عروبي قومي من الطراز الأول فكانت زيارات الجزائر زيارة هامة جدا ثم هناك في ملابو حديثه في التحاد الأفريقي كان محل احترام كبير من زملائه الرؤساء الأفرقى ورحبوا به ترحيب كامل وكان حريصا على لقاء عدد كبير منهم ليبني معهم علاقات الرؤساء دائما عندما يلتقون في أول مرة يتم بناء انتباعات معينة عن كل منهما وهذا يؤثر في لقاءاتهم فيما بعد ثم بعد هذا عرج على الخرطوم ليقابل الرئيس البشير بصفة أن السودان دولنا تاريخ عميق معها وده كان مهم جدا لأنه طبعا العلاقات المصرية السودانية كمان والعلاقات الأفريقية كانت شيء في غاية الأهمية خاصة أنه كان فيه مال حية لهذه نوعية من العلاقات اللي قطرت تولي كان لابد أنها تأخذ قدرها الصحية كان فيه علاقات لنا مستمرة مع أفريقيا لما تنقطع يوما ولكن ليس بالحجم والقدر المطلوب فهو وضع الرئيس السيسي علاقتنا بأفريقيا على المسار الصحية وبالتالي بالنسبة لهذا لأفريقيا بالذات ونتكلم عن كده بلاد تانية استقبل رئيس السيسي في القاهرة رئيس غنيا الاستوائية رئيس التشادي الرئيس البشير الرئيس سالباكير الرئيس الأفريقيا الوسطى هكذا هذا النشاط في فترة نراحز أن هذه فترة كلها لم تتجاوز ستة أشهر فكان نشاطا مكسفا اليوم يوجد في القاهرة منذ أمس الرئيس الصومالي أيضا هكذا مصر تقوم بدورها التي تستطيعه وتقدر عليه بحكم تكوينها وحكم قدرتها الدبلوماسية والسياسية في هذا المجال وده كان مهم جدا سعادة السفير كمان من المصادر اللي كانت ظهرت وقالت عن ما يتعلق بحليب وشلاتين وإن هي أراضي سودانية ولما نزلت على الخريطة السودانية والحقيقة أنه كان فيه تفاعل من السياسة الخارجان المصرية بشكل جديد جدا فيما يتعلق بالشفق السوداني والأفريقي بشكل عام في الحقيقة دائما الحقيقة الرئيس السيسي يبدو في قراءة في تفكيره أنه يعالج المسائل بالحكمة وبالترتيب والتؤادة وعدم الاستعجال كل هذه تعبيرات مهمة جدا في سياسة الرئيس السيسي لأنه يريد دائما المكسب للدول الأخرى يعني عندما نقابل رئيس دولة يريد نصر أن تكسب وأن هذه الدولة تكسب أيضا يعني معالكتو كان المنقابلات الهامة جدا في ملاب وعاصمة غير الستوية مقابلته مع رئيس الوزراء الأسيوبي ورئيس الوزراء الأسيوبي كان حديثه معه مهم جدا ووضع قاعدة هامة جدا أنه لا ضرر ولا ضرر بشأن الحديث بشأن مياه النيل لأسيوبيا أن تستفيد من هذه المياه فيما تريده من التنمية وأن المياه بالنسبة للمسألة حياة وضع هذا المبدأ ومستقر عليه ويمشي عليه منذ يوليو الماضي منذ قابله الأول مرة وقد قابله أيضا مرة أخرى في الجماعية العامة لأمم المتحدة التي ذهب إليها وألقى خطابا جميلا لأول مرة يكون رئيس يشكر شعبه في خطاب رسمي أمام الأمم المتحدة ويقول تحيا مصر ثلاث مرات وتحيا الشعور محمد للسلام هذا أمر جميل وكان خطاب مؤثر جدا وكان لك أثير إيجابي هذه اللغة كان لها تأثير إيجابيا على عضاء الجماعية العامة لأمم المتحدة واستقبله الرئيس أوباما وهذا أمر مهم جدا لأنه كان نعلم أن منذ 30 يونيو 2013 كان لأمريكا موقف غير مؤيد لصورة 30 يونيو فاستقبله الرئيس أوباما لكسر هذا التفاعل الغاضب بين مصر وولاية المتحدة الأمريكية وأكد له الرئيس السيسي أنه لا بد من التعامل مع مصر هذه إرادة شعبه وفكرة الاعتراب بأن ما حصل هو انقلاب هو ليس انقلاب ولكنه انقلاب شعبي على حكم الإخوان واعتراف العالم كله من خلال رئيس السيسي ولقاءاته المتعددة في أمريكا الحقيقة وتغيير موقفهم الوطحة استطاع الرئيس السيسي أن يفهم الإدارة الأمريكية ومراحز أنه هناك قد قابل هيلاري كيلينتون وقابل الرئيس كيلينتون وقابل كيسينجر وهم من النجوم في السياسة الأمريكية الهامة استطاع أن يوصل لهم جملة مهمة جدا أن هذه إرادة الشعب المصري صحيح وأن الجيش قد وقف إلى جانب شعب لأن الجيش من هذا الشعب ببساطة شديدة وصل هزير السلام وتصريح السورة الحقيقة تصريح السورة كان أمر مهم ثم أن الرئيس السيسي قام بعد ذلك بزيارة لروسيا قبل روسيا خلينا نتكلم عن السعودية لأن السعودية كمان لقاءاته في السعودية اللقاء العربي ده مهم جدا أن نتكلم عليه لما نتكلم على اللقاءات مع دول أعضاء مجلس الأمن دول مهمة جدا أوباما أمريكا روسيا ثم فرنسا وإيطاليا ثم اللقاء هنا مع رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان في القاهرة ثم زيارته للصين مؤخرا ثم اللقاء زيارته للسعودية كان حيئة فيها نوع من أنواع يعني الزيارة للشكر أساسا ولإقامة علاقة استراتيجية متينة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله خادم الحرمين لأن دائما في التاريخ عندما يكون هناك فاق في السياسة المصرية السعودية تكون المنطقة كلها في أحسن أحوالها وإذا حدث أنه ليس هناك هذا الوفاق فكان حريصا عليه الرئيس السيسي ليعيد من جديد هذه الفكرة الأصلية في أن مصر والسعودية نمت التفقان على سياسات معينة من أجل المنطقة فكان هذا أمر مهم جدا وفي إطار هذه العلاقات وفي إطار هذا اللقاء كبير سعد سفير ما ننسيش المبارة السعودية اللي أمد بيها للتقارب ما بين مصر وقطر لأن هذا كان تابع هذا اللقاء الاستراتيجي تحدث فيه عن أشياء كثيرة بما أدى إلى أن خادم الحرمين جلالة الملك عبد الله قام دور مؤخرا في هذا الشعر بوساطة أهمة جدا بين القاهرة والدوحة بما يؤدي ولا يجب علينا الاستعجال بما سيؤدي إلى تصحيح لمصاري العلاقات المصرية القطرية فهذا العمل ومن المتابعة أفهم أن رئيس السيسي سيقوم بزارة أخرى للخليج أيضا من الإمارات ومن الكويت على ما أتصور سيكون لهذه المنطقة لأنه على الجملة مهمة جدا أن منطقة الخليج أيضا أمن قومي مصري يعني من جزء من الأمن القومي المصري فهذه الزيارات اللي عامة جدا كانت مهمة بالنسبة للدول الكبرى بصفة أعضاء مجلس الأمن ومجلس الأمن له قدرات واختصاصات يستطيع بها التحكم في مسارات للسياسات الدول ثم مع دول العربية الهمة وآخرة زيارة للصين الاستراتيجية من النحية السياسية والاقتصادية وباقتصادية لأن الصين عندها قدرة اقتصادية تستطيع أن تستفيد منها مصر وهي أيضا ستستفيد من المركز القليمي لمصر في المنطقة الحقيقة أنه كمان زيارة رئيس السيسي في القمة الثلاثية التي كانتنا بين مصر واليونان وأبرس دي كمان كان لها صادر حقيقة قوي جدا نعقد في القاهرة نلاحظ أنه نعقد في القاهرة وحضره ليؤكده نوع من أنواع التعاون ونلاحظ أن الدولتين عضوان في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي كان له موقف من 30 يونيو فالاستناد إلى أصدقاء أو خلق أصدقاء في الاتحاد الأوروبي أمر مهم جدا وحضره من القاهرة كان أمرا هاما جدا يحقق نخيات سياسية وعادة الاقتصادية لأن فيه في البحر المتوسط مناطق تنتج الغاز ويصير فيها التحدث مع هاتين الدولتين بوجه خاص وكانت النتيجة الحقيقة سعادة سفير أنه حقيقي كانت زيارات مصمرة بشكل كبير جدا وأنه كان فيه نشاط سياسي واضح وقوي جدا للسياسة الخارجية المصرية لا شك وكان فيه توجهات مختلفة يعني دايما كان فيه بدائل وكانت الحقيقة زيارات لها معاني يعني كلنا كنا وقتها من وقت تولي السيد الرئيس عرفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية وفي فترة قصيرة جدا زي ما حضرتك بالذبط كنت بتقول يعني ست شهور أماكن كتيرة جدا جدا سودان أفريقيا أفريقيا روسيا الصين السعودية دول العربية يعني أماكن كتيرة جدا الحقيقة في فترة قصيرة جدا ده اندلفة بيدل على عودة مصر مرة تانية والاهتمام بالملف السياسة الخارجية مرة تانية بلدها حكتين أساسيتين في تقديري بعد إذنك فضال إن مصر قادرة على التعامل مع كل هذه المناطق والدول في وقت واحد طعم ثم مرة أخرى على ثقة هذه البلاد في مصر بعد أن تيقنت أن هذه إرادة الشعب المصري وأن زيارته لفرنسا كان زيارة مهمة جدا صحيح لأن العلاقات الفرنسية المصرية بلا مدة طويلة على مستقرة وشابها شيء بس من الفطور في فترة ثورة 30 يونيو وعدم الاعتراب في وقتها ولكن العلاقات مع فرنسا وإيطاليا علاقات مصرية مستقرة سياسيا واقتصاديا وعسكريا أيضا لنا صلاة بهم واستفادة من القدرات العسكرية في هذه الدول وهم عضوان مهمان في الاتحاد الأوروبي الذي دائما يتابع كل منطقة المتوسط بالذات في مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية وإلى آخر الحقيقة كانت سنة ثرية جدا من حيث الزيارات السياسية ومن حيث الزيارات الخارجية وأهمية هذه الزيارات سيد الرئيس عفتاح السيسي ووزارة الخارجية كانوا نشطين جدا 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 سفروا أماكن كتيرة جدا عملوا صفقات كتيرة جدا صححوا الاعتبارات وصححوا وجهات نظر كتيرة جدا مساعدة السفير إبراهيم الشوامي مساعد وزيرة الخارجية السابق بشكر حيكي فندم على وجودك معنا كل سنة وحضرتك تعيد إن شاء الله سنة جاء يكون أكتر من كلم كتير إن شاء الله يا رب إن شاء الله مشاهدين الكرام بعد الفاصل نستكمل فقراتنا خليكم معنا وكل سنة وحضرتكم خير اشتركوا في القناة